مساء الخير أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال الغاليين عندي جداً أهلاً بكم النهاردة وحلقة جديدة نتكلم فيها عن موضوع في القلب مهم لكتير منكم وفيه ناس كتيرة تسمع عليه أو عملته أو عايزة تعرف أكتر عنه يسعدني أن أكون معاكم النهاردة دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب والأسطرة التداخلية الموضوع النهاردة هو الأسطرة يعني إيه أسطرة؟ يعني إيه أسطرة؟ وإمتى بنلجأ لعمل أسطرة؟ والمرضى اللي بيحتاجه الأسطرة؟ وإيه هي المحاذير ما قبل أو التعليمات ما قبل وأثناء وبعد عمل الأسطرة القلبية؟ هي كلمة أسطرة دي كلمة مش لغة عربية هي يعني هي باللاتيني أو بالإنجليش كاثتر C-A-T-H-E-T-E-R كاثتر الأسطرة دي لغوياً باللغة يعني لغوياً هي حاجة بتخش جوه حاجة يعني اللي هي الكانيولة اللي بنركبها لمثلاً حد بياخد محليل أو كده هي اسمها أسطرة وريدية يعني IV كاثتر فكلمة أسطرة دي كلمة كانت زمان بتخوف دلوقتي ما عادتش بتخوف زم ما اتفقنا كده إن كلمة أسطرة دي كلمة مش عربية بتعني حاجة تخش جوه حاجة يعني زي الكانيولة بالزبط اللي بتتركب اللي هي بتاع لو حد بياخد محليل لو حد سخن شوية لو واحدة بتولد لو 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 بتعمل اللي هي الكانيولة دي فهي ده مفهوم بسيط أو يقرب الصورة شوية لإن معظمنا يعرف الكانيولة دي الأسطرة دي عبارة بمفهوم بسيط جدا إن احنا بنحاول الأسطرة في منها كذا حاجة يعني فيه أسطرة عشان تصور الشرايين الطرفية بتاعت الساق فيه أسطرة مخية فيه أسطرة على القلب بتصور تركيب حجرات القلب والقلب وبتعالج الثقب اللي بين بطين أو اللي بين أزين وفيه كلمة الأسطرة المتدولة بين عموم الناس أو بين كثير من الناس هي أسطرة الشرايين التاجية وهو ده موضوع حلقتنا النهاردة أسطرة الشرايين التاجية الشرايين التاجية ده فرع من الشريان الأورطة عشان يغزي القلب الشرايين التاجية ده تاجية نسبة إلى التاج لأنها شبه التاج بتغذي القلب كامداد دموي عشان القلب ياخد الطاقة المحتاجها في الانكباض والانبساط الشريان التاجية الأسطرة دي حاجة زي الأول بناخد مدخل أو مدخل أو مكان ندخل منه للشريان التاجي من طريق شريان طرفي الشريان الطرفي اللي بندخل منه زي الشريان الفخد أو شريان الساعد في كذا شريان تاني بس دول الأشهر لو احنا مفهوم ان احنا بندخل من شريان الفخد بالضبط بالنسبة للمريض أو بالنسبة للمشاهد زي حقنا مش أكتر ولا أعلى وحقنا مش بتوجع قوي لأن معاها بنج موضعي لما أنا جا أقول لحضراتكو أن الأسطرة مش بتاخد بنج أو مش بياخد تخدير مش معنى كده أن أنا بعز بالمريض لا الأسطرة مفيش فيها بنج لأن الموضوع أبسط من أنه يحتاج بنج أو تخدير هو مجرد بنج موضعي بنج موضعي يعني زي بتاع السنان وأسهل منه شوية يعني الموضوع له محتاج بنج كلي ولا 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 فيه ألام ولا كده وما يخوفش الأسطرة زي ما اتفقنا أن احنا بالأول بنختار المريض وبعد كده أقول بس حاجة بسيطة عن يعني إيه الأسطرة أنا بدخل من شريان الفخد أو شريان الإيد اللي هو ده اسمه الريديو الأرتري الريديو الأرتري اللي هو ده أو شريان الفخد بنخش نحط بنج بسيط جدا وحقنا مش بتوجع ولا حاجة وبعد كده لما خلاص المريض مش بقى فيه بنج موضعي في المكان ده بنخش بإبرة أدخن سنة خفيفة مش حاجة مخيفة ولا حاجة وبنخش ندخل فيها حاجة المدخل بتاع الأسطرة نفسها اسمه المدخل اللي هو الشيس بعد كده خلاص احنا أوجدنا المدخل بتاعنا للشريان التاج الشريان التاجي أنا هوصل من الشريان طرفي عشان أقدر أوصله طرفي سطحي ما يكونش عميقت أنا بوصل للشريان واضح قدام عيني وواضح أحسب إيدي وبمشي جوه المسار لغاية ما وصل للأورطة الأورطة اللي هو النازل ثم الأرش اللي هو وبعد كده الصاعد الحاجات دي الأسطرة دي عبارة عن حاجة زي أمبوبة الألم بس أطول وأكثر أملس وأسهل وأكثر ليونة ومش بتوجع يعني في بعض الناس اللي مش عارفين تشريح الجسم متخيل إن الأسطرة دي ماشية جوه اللحم أو جوه بنقادة بتقطع فيه لا هي كونها ماشية في مصار الدم الشرياني المريض مش بيحس بيها لا ألم لا ما فيش أي إحساس بيها بالنسبة للمريض خالص طيب والدكتور إزاي عارف إن ده المصار بتاع الدم المظبوط بيبقى عن طريق سكرين زي أشعة جهاز أشعة أشعة عادية بتوريني أنا ماشي إزاي لغاية ما وصل للشريان التاجي بعد كده لما بوصل للشريان التاجي بصوره عن طريق إن أنا بحقن فيه سبغة السبغة دي بتلون لي الشريان بلون اسود وبقدر أقيم به حالة الشريان هل فيه إصابة ولا سليم والإصابة دي هل إصابة متعددة لإن الشريان التاجي فيه منه أيصر وأيمن والأيصر فيه منه النازل والدائري وفيه لكل أيمن أو دائري أو نازل فروع فأنا بقدر أقيم فرع فرع وجزع والفروع الرئيسية وبقدر أقيم الحالة وأخد قراري بناء على عمل هذه الأسطار يبقى الأسطار دي في أولها تشخيص والتشخيص ده ممكن الأسطار كلها بتاخدش عشر دقايق تمن دقايق ونخلص على طول وشخصنا الحال وممكن تطلع سليم أو يطلع فيه مشكلة في سريان الدم نفسه ومحتاجش دعمات ولا قلب مفتوح ولا حاجة والموضوع يبقى عليك دوائق وممكن يطلع فيه إصابات محتاجة دعمات ميزة الأسطار إن أنا أقدر زي ما شخصت أعالج من نفس الفتحة ونفس الأسطارة ونفس الوقت يعني وأنا في نفس الوقت شخصت وعالجت أو أخد قراري بأن الحالة دي لازم لها قلب مفتوح عشان نزرع شرايين تاجية جديدة أو نزرع شرايين عليها على الشرايين تاجية المريضة هي دي الأسطارة الأسطارة بتحتاج تجهيز قبلها أيوة بنبدأ نقول للمريض إحنا عايزينك مثلا تبقى بطنك مش مليانة أربع خمس ساعات قبل الأسطارة ما فيش مانع تشرب خفيف أو تاكل حاجة خفيفة بعد كده إن أنا لازم عشان بدي سبغة والسبغة فيه احتمالية من يتؤثر على الكلاه لازم أتطمن على وظائف الكل طيب عشان أنا بخش في شرايين وفيه احتمالية ضعيفة إن يحصل أي مضعفات ناسفة أو كده لازم أتطمن على صورة الدم ولازم أتطمن على نسبة السيولة في الجسم والنسفة وكده أمور كلها بسيطة بعد ما بخلص الأسطارة لو أنا عامل الأسطارة من الفخد المريض بينام ست ساعات لغاية ما شيل لغاية لما يقوم يمشي ست ساعات منشيل اللي هو الشيس اللي هو المدخل ده طيب لو هو معمولة من الإيد لا بيقوم على طول بس بيبقى فيه ربطة في إيده بتتفك بعد ساعتين ولهو ما فيش مشاكل ممكن يروح بعد الساعتين دول طيب إيه إمتى أعمل أسطارة؟ يعني إمتى أنا بلجأ لعمل الأسطارة؟ الأسطارة لازم يكون المريض اللي أنا هعمله أسطارة ده أنا عايز الشك التشخيصي إن أنا عايز أعرف حالة الشرايين التاجي يعني أنا لما بصور الشرايين التاجية بقدر أعرف فيه إصابات لا مفيش إصابات ممكن يكون فيه ديء أو تمدد أو سرايان بطيء أو كذا إصابة أو إصابة شديدة أو متوسطة أو 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 طيب أنا لما هعمل الأسطارة هعملها للشخص أي شخص هعمله الأسطارة؟ ده سؤال مهم جدا هنعرف إجابته بعد ما أخد اتصال أستاذ أحمد من الفيوم أهلا وسهلا أهلا بيك إزايك يا دكتور؟ الحمد لله وانا يا دكتور أنا رفط الدكتور بطنة تمام؟ أنا عندي نبضات قلبي سريعة جدا أيها والمعدة عندي انت شغالة زي نبضات القلب بالضبط يعني المعدة ونبضات القلب المنبضين ببعض شغالين ببعض مع بعض نبط واحد فروحط الدكتور بطنة فقال لي أنت عندك عمل لي شعة إليفزيونية وعمل لي رسمال وقال لي أنت كده أنت حاسس بالشريعة اللي هو جاي من القلب في غز البط عشان جزمك نحيط ورحط الواحد بعد ما أعطان عليك ما جابش نتيجة ما أعطاش النبط شوية فلمهم رحط الدكتور بعدين بتاع قلبه برضه فرح عمل لي تحليل دم وقال لي برضه أنت تمامه مئة بالمئة بس نبضات قلبي ومعدتي شغالين باستمرار ما بيقبوش خالص نبضات قلب تريعة ونفس الوضع نبضات قلب تريعة ونفس الوضع نبضاتي فلم المعدة الاثنين شغالين مع بعض نبضات واحدة فأنا مش عارف إيه الحل للوقت هو حضرتك عندك كم سنة؟ تلاثين سنة وحضرتك بقى لك أدقى إيه شاعر بالنبض جوا بطنط من حوالي بالزبط كده ست شهور أو خمس شهور وإنت حاسس بالنبض العادي بتاع جسمك سريع نبضات قلب تريعة وسريعة جدة وفي نفس الوقت فلم المعدة تريعة برضه طب أنت عندك حكتين الحكتين دول أنك بتشتكي من نبضات قلب سريعة فلازم تتقيم نعرف هي فعلا سريعة ولا مش سريعة يعني أنا هاخد من بؤك وأكشف عليك ممكن تكون دروات القلب السريع بالنسبة لك دي تسعين فدي بس تهدى شوي لكن ممكن تكون 200-150 فدي محتاج فحوص ومحتاج علاج ومحتاج ومحتاج هل ضغطك عالي ولا مش عالي لو ضغطك عالي ممكن تاخد أدوية تثبت الضغط وتثبت ضربات القلب قصة أن يبقى بطنك فيها نبض قوي احتمال يكون من فعلا الرفع تكون رفيع زيادة عن اللزوم والأورطة عندك ظاهر بالنسبة لحجم جسمك بس مبقاش سريع يبقى ضربات قلب عادية لو سريعة زي ما قلت فقنا السرعة من لا السرعة اللي هيحددها الدكتور طيب بعد كده احتمال يكون فيه مرض في الأورطة نفسه فإزاي هعرف إذا كان فيه مرض في الأورطة نفسه أو لا ممكن أعمل سنار على البطن أشوف في الأورطة أخباره ايه دوبلر أو دوبليكس وممكن أعمل حاجة اسمها أشعة مقطعية متعددة بالسبغة على الشريان الأورطة اللي في البطن أشوف بيه حجمه لو حجمه مفيش فيه مشاكل وحلو وخلاص ماشي سعب بقى فيه تمدد والتمدد ده حاجة خطيرة مش مش خطيرة حاجة خطيرة بس هي التمدد ده درجة ايه وايه وايه وزا ما عشان تتطمن ان احتمال زا ما الدكتور قالت ان لو مفيش تمدد وضربات القلب خلاص بقت كويسة 60-70 حتى 75-80 أقدر ان انا أقيم الأورطة ده مقاسه قد ايه لو هو مقاسه كبير له درجات بقى تمدد هل ده يحتاج تدخل جراحي لا ده يحتاج متابعة فقط وكده وبرضه لازم تهدى يعني بعد كل ده لازم انت تهدي نفسك لان انت ممكن التوتر في حد ذاته اللي يزود ضربات القلب ويعمل جسمك كله يتنفض مع ضربة القلب السريع فزا ما اتفاقني هنمشي في مصارين هتروح لدكتور قلب هو هيقدر يتصرف معك هيعرف النبضة قد ايه فيه رسم قلب ايه ايه ايكو اخباره ايه الاورطة ده لو هو فعلا بطنك بتنبض زي ما انت بتقول هيفحصه بايده هيقدر يعمل اشعة هيقدر يعمل دبلر او يعمل اشعة مقطعية على شريان الاورطة اللي هو النازل في البطن تحت امر كثير نرجع نقول مين اللي هيعمل الاسطرة اسطرة الشرايين التاجية ده موضوع النهار ده اسطرة الشرايين التاجية يبقى لازم يكون مريض الشريان التاجي هل كل مريض شريان تاجي هنعمله اسطرة يعني اي حد هيقول انا عندي او ان شخصه موضوع شريان تاجي هنعمل له اسطرة ولا لا هنعرف اجابة واكتر بعد ما اسمع التليفون ده الهو وعليكم السلام حرارتك بتفضل ايه بتقول ايه انا مش سمعك كويس حرارتك بتوصل ايه الحرارة بتعله لما تقعد ده مروحة اه ولو ما عدتش ده مروحة بترجع تاني لا يعني لو جعلت ده مروحة بيجيلك دور برد يعني او انفلونزا او كده طب ايه المطلوب انا مش سمعك كويس يا استاذة يعني انا مش قادر امايز الكلام اوي اه بتقول ايه اه بيجيلك تشككات بيجيلك تشككات اه ايه اه يعني انت الواضح ان انت ممكن تكون منعتك قليلة شوية فبيجيلك برد بسهولة فانت ما تعرضيش نفسك لبرد جامد ويطيب كويسة ان شاء الله وتاخدي فيتامين سي وتشربي سويل ده فيه الموضوع ده جامد؟ الموضوع ده جامد؟ طب انت روحتوا لدكتور باطمة؟ انا رفت لده كاترة تحليلات اه مع قليلة حد قالك عندك القلب ولا حاجة؟ لا ما عندك القلب اه قالولك عندك ايه يا ستة؟ هم قالولك ايه مشكلة بالسرايين ايه حرف يعملون بريفت ده الشرايين ايه؟ الشرايين ايه؟ الشرايين عن مثل يعني ايضايا ورزايا بتزرق؟ بتزرق؟ لا بيتلقه بيتلقه في البرد؟ اه اه دي تابعنا بقى دي فيه بعض الناس فيه حاجة اسمها رينوز ديسيز او رينوز فنومنا في الستات مع الجو والبرد ممكن بيحصل فيهم تقلصات اه 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 شديدة او متوسطة اه في الشرايين الطرفية وبتعمل اه لون ازرق وبتعمل ألم وباق وبرودة فيه في الشرايين او او الاطراف وده بنعمل وقتها اه ممكن ندفق دينا وممكن فيه ادوية بتثبت الامر ده تحت امر يا ستة معانا الاستاذة الرحمة الو ايوه الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عليكم انا سمعك فضلي ايوه يا دكتور انا عندي اه سرعة سرعة ضربات القلب اه اه وكنت باخد كونكور اتنين ما مسوا بعدين الدكتور غيروا الكونكور اه اه عشرة ايو بقى يعملني انخفاض في الضغط فعطاني اندرال عشرة بقيت مستراحة دي بس مش موجود في السوق دلوقتي وبعدين اخر اخر رمضان بقيتحس بانخفاض اه في ضربات القلب اه اه ارضي انخفاض في الضغط يعني ممكن يوصل مثلا اه حاجة وستين تسعة وستين مش عارف عملي هو انت حضرتك عندك كم سنة واحد وخمسين طيب انت حضرتك عندك سكر واحد وخمسين انت بتسمعني التلفزيون طيب لا طيب انت يعني الواضح العلاج اللي انت خدتيه ده ده علاج ضغط يعني فيه ضغط يعني ماينفعش هاخد كونكور عشرة او كده وانا ما عنديش ضغط يعني اكيد فيه شيء من الضغط يعني فهو هل ضغطك في يعني انت تشخصتي انك انت عندك ضغط مرتفع انا بضغط الكونكور باخد اندرال عشرة وضغطك كام يا فندي ضغطي ممكن يوصل مثلا في رمضان كان اخر رمضان تعبتي يعني مثلا ممكن يوصل اهل من ثمانين مثلا يعني انت ضغطك مش عالي وكتب لك الجرعة دي ماشي لا لا من فترة طب انت شكويتك ايه يا استاذا شكويتك ضربات القلب شكويتك انخفاض في الضغط اه حس علبي وجاني اه سرعة ضربات القلب ماشي يعني سرعة ضربات القلب بتبقى كام سرعة يعني قد ايه ممكن بتقع من طولك بتحس ان انت دايخة بتحس ان انت هطاعي بتحس مية ماشي اه ماشي هو ده يعني مش حاجة تخوف احنا بس هنمشي في اتجاه هنعمل موجات صوتية على القلب لالايكو نشوف اذا كان في حاجة ولا ما فيش في القلب او الصمامات وبعد كده ممكن نعمل رسم قلب نشوف ايه ضربات القلب دي ضربات القلب مية دي ممكن تكون نعمل تحليل انيميا نعمل تحليل غضة دراقية ممكن لو انت متوترة لو انت يعني شرب قهوة زيادة لو انت مثلا مش بتاكل كويس لو انت مش شربة سوايل كويسة لو انت بشغلة في شغل البيت عادي يعملك ضربات قلب مية هل هي اكده ولا بتزيد عن كده دي تفرق كتير جدا فاحنا الاول نشوف ايه السبب لو انت متضايقة هدي نفسك لو انت مش بتاكل كويس كل كويس لو انت مثلا فيه عندك اي نسف من اي حتة نعالجه على ان ده ممكن يعمل انيميا لو الغدة فيها مشكلة لو الصمامات فيها مشكلة بسيطة او مش بسيطة يعني الامر سهل مش صعب ان انت نعالج ضربات قلب مية يعني دي حاجة بسيطة بس محتاجة ورك اوب ان انت تعملي شوية فحوص مع فحص كلينيكي كويس يعني كشف كويس وبناء عليها نحدد انت ممكن مهدق يهديك ممكن يكون عندك مشكلة في صدرك في الشيستر في الرئة يكون عندك حساسية بسيطة ادوية الحساسية ساعات الليل موسعات بتزود ضربات القلب نقص الاكسوجين يزود ضربات القلب لو فيه قلم في اي حتة يزود ضربات القلب فاسباب بسيطة كلها محتاجة بس حد يكون مدرك هذا الامر على بعضه والدنيا تبقى سهلة خالص معنا تليفون تاني اهلا اهلا بحضرتك انا عملت بسرع على القلب ايه واندلوقت قلت لك عمل ايه ايه انا عندي سرعية ومش في واحد سرعين سابق ام وشألت بقوله حدفة خطيرة عليك ايه خطيرة مش فهم اني انا اندلوقت بعاني من المضيج بالتنفس ايه بنيين مش فاعد فانا ايه ايه طيب هنخرج فاصل ونرجع نرد على سؤالك تحت امر اهلا وسهلا مرة تانية بعد الفاصل اه نرجع نرد على المتصل الاخير انه هو كان عام القسطرة وتقال له تعمل قلب مفتوح وهو شايف انه هو سنه يعني سبعين سنة مش مناسب لكده احب اقوله انه مفيش حاجة اسمها ان السن سبعين سنة مش مناسب اه ده هو بالعكس الشريني بتيجي بيجي اكثر في السن بكبير وممكن الجراحة هي الحل الامثل لحضرتك اه اللي يقول ان انت مش مناسب كسن ده دكتور التخدير تخدير جراحة القلب هو اللي هيقول اذا كنت انت مناسب ولا مش مناسب ولو مناسب والدكتور بتاعك المحترم اه اشايف ان انت محتاج جراحة قلب مفتوح عشان الشريني التاجية يبقى ده الحل الامثل اه لو هو دكتور التخدير قالك لا الامضة مش مناسب فانت بتلجأ تاني الدكتوري القلب وممكن اه يشوف لك حل بديل للجراحة اه او ان انت نفسك تبقى رافض وبناءا رافض رافض قاطع اه مع العلم بالنصيحة الطبية ان الجراحة افضل فممكن اه بدل يعني تحصل على اه يعني علاج بالاسطرة بس وتبقى عارف ايه الخطورة وايه العلاج والنتيجة ونسبة النجاح ونسبة الفاشر اه وعموما ان انت يعني الامر بسيط وتوكل على الله كده وتبقى تاسك في الطبيب بتاعك اه نرجع تاني نقول ايه هي امتى بنعمل الاسطرة الاسطرة اللي هي اسطرة الشرايين التاجية من اسمها لازم تعمل لمرضى الشرايين التاجية او كوسيل التشخيص للمشتبه بيه امتى او ان هي كمان الاسطرة التشخيصية بستخدمها عشان اعمل تقييم خطورة اللي هو ريسك استراتيفيكيش ان انا اقيم خطورة المريض ده هل هو هاي ريسك يعني خطورة عالية ولا خطورة متوسطة ولا خطورة بسيطة تابعا للخطورة ممكن اختار خطة العلاج اعمل ممكن تبقى خطة علاجي علاج دوائي او ممكن خطة العلاج لا ده لازم اعمل دعمات او 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 النهاردة مثلا المريض الشريان التاجي اللي هو فيه مريض بيبقى جاي انا المفروض المريض ده بعمله رسم قلب بعمله موجات صوتية على القلب ممكن يطلع الاتنين دول فيهم مشكلة يبقى انا كده قيمت المشكلة واقدر اتصرف على اساسها كل مرضى اللي هو الجلطات الشريان التاجية والزبحة الصدرية الغير مستقرة دول لازم يتجهوا فورا لعمل اسطرة كوسيلة تشخيص وعلاج في نفس الوقت وخاصة اللي هي الجلطات لان في حاجة اسمها الاسطرة الاولية ده العلاج الناجع والناجح في هذا الامر في امر الجلطة المكتملة او الغير مكتملة والاسطرة دي السرعة بتفرق فيها يعني الوقت بيفرق جدا 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 يعني انا لما يكون حد عنده جلطة في القلب لا نجري بسرعة جدا نعمل الاسطرة اللي هي الاولية دي في اقرب وقت يعني مش بكرة ناو يعني الان بتتجه للمستشفى يعني حتى دكتور فاتح مش فاتح بتتجه للمستشفى وقسم الطوارق قسم القلب هياخد الخطوات اللازمة وزي ما قلت مرارا وتكرارا في الاسطرة الاولية دي بتتعامل مجانا في كل مستشفىات مصر يعني لو فيه اماكن او متاحة طبقا لبروتوكولات بتاعة اللي هي دعامة الحياة طب افرض حد احنا شخصناك زبحة مستقرة او احنا لسه مشخصناش بالرغم من عمل كل الفحوص اللي هي اللي قبل الاسطرة التشخصية الفحوص دي ممكن اعمل راسم قلب اعمل موجات صوتية على القلب ممكن اجي اعمل راسم قلب مجهود ما ينفعش لعوامل كتيرة ممكن المريض مش بيقدر يجري ممكن المريض عنده مشكلة في رجلية مش هتخليه يقدر يجري راسم قلب مجهود ممكن فيه حاجة اسمها انغلق ضفيرة يسرى بتخفي التغيرات اللي في راسم القلب عشان الزبحة المستقرة او الزبحة اللي بتظهر مع راسم القلب فممكن فيه اجراءات اخرى ممكن اعمل موجات صوتية بالمجهود الدوائي في بعض الاماكن مش متاح فممكن اجي اعمل اللي هو الاشعار المقطعية المتعددة في مريض يعني انا لو مريض عندي سنه كبير عنده سكر عنده ضغط عنده الام تيبيكل ده بعمله اسطرة من غير بقى معه ده ادور في الحاجات دي كلها لانه هو غالبا ده هيطلع فيه حاجة ولازم تتوسع او بناء على الاسطرة احدد واحد اتنين ثلاثة يبقى الاسطرة بتتعامل لمرضى الشراني التاجية كلهم لا هنا نقف شوي اول او الاولى انه يتعملوا اسطرة فورية هم جلطات الشراني التاجية الحادة الجلطات المكتملة والغير مكتملة والزبح الصدرية الغير مستقرة ده من غير نقاش هيخش الاسطرة يعني مفيش فافصال مش من حق الكمريض توافق او ترفض لان ده لايف سيفنج يعني ده انا بحني حقيقتك البقائين بقى نتكلم فيهم الى الزبح الصدرية المستقرة وان لسه انا مش عارف اوصل لتشخيص لو مش عارف اوصل لتشخيص والمريض اسمه يعني مريض عنده 30 سنة ما عندهش ضغط ولا سكر ممكن ده ألجأ ليه لرسم قلب المجهود اذا لم ييسر يكون عنده مشكلة فرجلية مش عارف ايه ممكن اعمل حاجة اسماء اشعة مقطعية متعددة على الشراني التاجية لو انا شايف انه وهيطلع اكتر طبيعي لكن لو انا واحد زا ما اتفقنا سكر وضغطه كوليسترول وبيدخن وعنده 50 سنة وبيجي له وجع في صدره تيبيكال وجع في نص الصدر بيسمع في الظهر بيسمع في الدراع بيعد ثلاث لخمس دقايق بمصحوب ممكن بعرق مصحوب بدوخة مصحوب بغثيان والوجع ده بيروح لما ترتاح لا ده زبحة ممكن انا كده اعمل له الاسطرة افضل بعمل الاشعار المقطعية المتعددة وهو في اطار الحالة اسمها الزبحة الصدرية المستقرة بعمل الاسطرة دي كوسيلة من التشخيص بناء على وسيلة التشخيص دي بقدر احدد حاجة اسمها معدل او درجة الخطورة درجة الخطورة لو هاي رسك لازم تداخل سواء دعمات سواء جراحة لو هو لو رسك حاجة في اخر الشريان اصابة في اخر الشريان ويمكن السيطرة عليها بالعلاج بيمشي بالعلاج وما يحتاجش دعمات ولا حاجة وانتابع ودي مرشدات العالمية بتقول كده اللي هالجايدلاين العالمية بتقول كده لو انا عندي اصابة فيه شريان مش رئيسي فيه شريان في اخره فيه ويمكن السيطرة على الاعراض يعني ايه يعني انا مثلا المريض ده بديته علاج رجل بقى زي الفل بقى يمشي مفيش مشاكل مش عارف ايه وبالقسطرة الاصابة مش حاجة خطيرة قوي يعني فيه فرق بين لما يكون في جزع الشريان غير في الشريان الرئيسي غير في اخر الشريان اصابة مثلا 40-50% غير اصابة 99% او 100% ده كله بيتبنى عليه خطة العلاج ففي حالات الزبح الصدرية المستقر اللي فيها الاصابة بتبقى في نهايات الشريان وبتبقاش متعددة وبتبقى متوسطة ده ممكن نمشي علاج طبي طالما ما بيجيلوش واجع والامور بقت كويسة مع العلاج الطبي طب افرد هو نفس المريض ده وديته علاج طبي وديته علاج طبي مكسف معظم وفي الاخر برضو لسه بيجيلو واجع لا ممكن احطله دعامة عشان تحسن الاعراض طب افرد فيه بقى اصابات في مريض الزبح الصدرية المستقرة اصابات متعددة او في جزع الشريان او في الشريان الرئيسي من اوله لا ده برضو بيحتاج تداخل يبقى عموما الاسطرة بتستخدم في شك اسطرة الشرائي التاجية بتستخدم في شك شك تشخيصي المستقرة بنستخدم تبقى ان بقى احنا شفنا ايه جوه ونكمل بعد ما نسمع الاساس مجدي ازاي حضرتك الحمد لله ايو اهلا اهلا وسهلا اهلا 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 من النوق ايو صدرت ماشي عالمريفان لحد بعد العملية بتاكت بطا شهور وبعدين وبعد كده الدكتور جالي طبعا انت عامل تحديد مش طغير اه 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 كلام مظبوط اه وبعد كده انت عامل اصلاح 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 سماء عملت اصلاح سماء اهلا دفع عملت اصلاح سماء مش استبداد اصلاح سماء المدرعة لأيو وكان فيه صد بخيجات دا عملوه دلوقت بقصة لجي لجي شنج باستمرار انا رفت الدكتور مخ عشان موضوها لدانيا دي بقصة لجي مقبوطة كده لما بقصة دقيقة كده ومنهم انا مجدرش فوق ايو الدكتور جالي لها حاول نبجي على المريفان تاني اه بص 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 انت باي لك ادي عمل عملية دا قريب وانت عندك كم سنة انا صغير طب بص بقى هو المفروض انت اخر ايكو عملته امت ايكو عملته يوم 23 21 22 20 20 وكانت الامور ماشية كويسة الامور ماشية كويسة بس خليك معي بس في القلب الامور ماشية كويسة في الايكو الايكو مفيش ارتجاع مفيش دي مفيش زبزبة اوزينية طي مش هتعرف طبعا حجم الاوزينة ايه هنا يعني انت بالنسبة للموجات الصوتية كويسة دي حاجة كويسة التنميل اللي في ايدك ده هيكون حاجة من كذا حاجة يا اما هو حاجة طبع المخ العصب زي ما حضرك قلت ممكن يكون فيها غضروف ممكن يكون من نومة نفسها فانت بتضغط على العصب معين بطريقة معينة فبيعمل تنميل لو عندك سكر اكشف سكر وهنا احتمال تاني احتمال تاني ان يكون بيجي لك رفرفة ازينية ان يكون بيجي لك رفرفة ازينية والرفرفة ازينية دي ممكن تعمل زي جليطات صغيرة الجليطات الصغيرة دي احتمال تكون بتعمل حاجة عرض في المخ بسيط يكون بيعمل شوية تنميل شوية كذا كذا فانا رأيي بس ان احنا الدكتور بتاع القلب هيقولك اذا كان فيه زبزبة ولا ما فيش لو طلعش فيه زبزبة يبقى علاجك عنده دكتور المخ والعصاب تحت امن معنا تصال تاني فهو شك تشخيصي وشك علاجي اتفقنا هنتجه لها من غير تفكير في الحالات الحادة زي جلطات القلب المكتملة والجلطات الغير مكتملة وزي حسط غير مستقرة وفي الحالات اللي هي المستقرة هنقيم الاول كتشخيص نعرف واحد اثنين ثلاثة الحالة فيها ايه الحالة بتستقر على علاج ولا لأ وبناء عليه بالوسائل اللي ما قابل القسطرة وهي رسم القلب هي ما نفعلوش رسم القلب مجهود الايكو مش ظاهر حاجة ان المريض مثلا محتاج مسح زر ومسح الزر محتاج مجهود برضو هو غير قادر العمل مجهود ساعات في السن الكبير اللي وفوق السبعين سنة تيجي تصور العيان اشعة مقرعية متعددة من كتر الكالسيوم ما يظهرش الشرايين بصورة كويسة فكل دي ساعتها بنلجأ للأسطرة كتشخيص فالأسطرة حاجة ما تقلقش اعتقد ان السادة المشاهدين كل واحد سمع قبل كده كلمة أسطرة مش فاهم يعني أسطرة اعتقد ان احنا ياريت نكون قدرنا نوصل ايه أسطرة وازاي بتستخدم وهي ايه وامتى التعمل وانه هي بقت مطمئنة وفي مصر النسب النجاح في الأسطرة سواء التشخيصية عوامل نسبة الخطورة فيها تكاد تكون منعدمة بس موجودة والأسطرة العلاجية نسبة النجاح نسب عالمية ويمكن يعني يعني اعتقد يعني احنا على قدم المساواة يعني في التقنيات وفي الإجراءات وكده في أسطرة الشرايين التاجية على مستوى العالم كله وفي النهاية يعني أنا بتمنى طبعا لكم كلكم موفور الصحة وكده والأفضل إن احنا ما نحتاجش الأسطرة إن شاء الله إذا حافظنا إذا مارسنا رياضة إذا هدنا نفسنا إذا بطلنا تدخين إذا ضبطنا السكر والكوليسترول وضغط الدم وفي النهاية خالص تحياتي لكل السادة المشاهدين دكتور أحمد البرباري استشاري أمراض القلب والأسطرة التداخلية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته